صباح الخير او مسائل خيرة على كل اونر او دكتور بيشوفه اتكلم معاكم النهاردة عن الايرمايت جرب الاوزن في القطة من الامراض المعدية جدا بين القطة مفيش يوم هيعدي عليك في العيادة الا ما يجي لك حالة منه تلاقي دايما صاحب الحالة بيقولك القطة بتهرش جامد في ودنها وتهزي راسها كتير ولما شفت ودنها لقيت مادة سيلة سودة بتنزل من ودنها وكمان في نقطة سودة على ودنها او ساعات بتكون المادة دي متحجرة اللي هو الشامع بيبقى لونه قسويت جامد وملمسه كراستي كده اغلب الحالات هتلاقي صاحبها بيقولك كنت مسافر وودتها شلتر او كانت قاعدة عند صاحبتي وعندها قطة تنين او القطة نزلت الشارع ورجعت بالمنظر دي كير ميتس من الحالات السهلة جدا تشخصها بالعين طب لو عايز اعمل اكيروت ولاب دياجنوزز هستخدم القوتوسكوب او هستخدم الميتروسكوب عم طريقة هاخد اسواب بسلكات الودان من الشمع الموجود في ودن القطة واحطه على شريحة واشوفه تحت الميتروسكوب هشوف القوتودكتوس اللي هو الايرمايت خلاص عرفنا ان هي ايرمايت نبدأ العلاج لازم اول حاجة نعرف ان ودن القطة اللي يشيب عشان ناخد برنا كويس قوي واحنا بنضي اول خطوة في العلاج هننضف الودان من الشمع هنستخدم قطرة موزيلة للشمع زي ريمو واكس هنجيب القطة ونميل راسها عالجنب ونحط في كل ودن 3 نقط وبعد كده نمسك اطراف ودن القطة ونعمل حركات دائرية عشان نسهل ان القطرة تخش لقيل كنال بتاعتك ونستنى دقيقتين بعدما دقيقتين يخلاصه هنجيب قطن ونمسح به ودن القطة وبعد كده هنجيب سلكات الودان ونبدأ ننضف ودن القطة كويس جدا زي ما في الفيديو كده بالزبط ممكن تلاقي القطة عصبية معاك شوية فحاول تتعامل معاها بهدوء يفضل ان احنا نعمل التنظيف ده مرتين في الاسبوع خلال فترة العلاج نعمل التنظيف نعمل التنظيف خطوة هو استخدام القطرة المعالجة عندنا امثلة كتير زي بارس اير دروب من اشهر الادوية البطري اللي ليها فعالية في علاج الايرمات هستخدمها ازاي طيب؟ هنجيب القطة ونميل راسها برضو على جنب ونحط في كل ودن من ثلاث لخمس نقط مرتين في اليوم لمدة خمس لسبعة ايام بعد كده هنمسك اطراف ودن القطة ونبدأ نعملها حركات دائرية برضو عشان نسهل ان القطرة تخش جواه ودنها لو ما عندناش البارس ممكن نستخدم الامني جارد اير دروب لها نفس الفعالية برضو لو ما عنديش دوى بطري خالص ولا البارس ولا الامني جارد ممكن نستخدم دوى بشري زي الفايو تيك الفايو تيك بتتميز ان هي مضادة للالتهاب ومضادة للفتريات ومضادة للبكتري يعني لها فعالية كبيرة برضو وحنستخدمها بطريقة البارس والامني جارد حنحط ثلاث نقط في كل ودن لمدة خمس لسبعة ايام في النهاية علشان تستمر فعالية العلاج لمدة اطول لازم نحافظ على نظافة القطة كويس جدا منسبهاش في اماكن فيها مية كتير والنشفها كويس جدا نعزل القطة المصابة بالجرب عن باقي القطة التانية لانه مرض معضي جدا الجرب من الحاجات اللي بتقلل مناعة القطة جامت عشان كده حنلاقي حالات جرب كتير معاها عدوة فطرية او عدوة بكتيرية فعشان كده لازم نعالج الجرب من البداية صح ونتبع كل الخطوات بالزبط اتمنى اكون شرحت الحالة بطريقة بسيطة ويرب تكون استفدتو اشتركوا في القناة